لأنها كانت تتفاخر بشعرها هكذا لأنها وصفها العام مائلة مميلة مائلات مميلات من ضمن هذا الشعر فما بالك الحديث هنا لم يذكر الساق ولا الذراع ولا الصدر ولا غيره الشعر فقط إذا عرف الشعر فبالتالي ينسحب على الكل وهو أخطر أقصد أن الموضوع يترتب عليه ما هو أشد يعني هناك الشعر فقط عذبت فما بالك ببقية الجسد فأنا يعني المصيبة المسلمة ما شاء الله مؤمنة وملتزمة وطيبة وذات خلق وتحافظ على زوجها ودينها وعرضها ومالها وأولادها وإلى آخر وتصوم مقتنع بالصياة وتصلي مقتنع بالصلاة لا أدري ما مشكلة الحجاب عندها ربما ضرورة العمل ربما هناك بعض قطعات الأعمال لو تحجبت المرأة لفصلتها تفصل يا أخي تفصل ولا تفصل من دين الله يعني تفصل يعني تفصل إن فصلت اليوم بإذن الله تفصل من العذاب الذي يعني الذي ينتظرها فإن شاء الله رب العالمين يعني نود من نسائنا كما اقتنعت بالصيام كما اقتنعت بالصلاة كما اقتنعت بأوامر الله عز وجل كما هي في كل أمورها طيبة ممتازة يعني ذات خلق ذات دين يعني ما مشكلة الحجاب هو الحجاب أصلا مفروض في الشرع الإسلامية فارضة الله لو هناك من ينكر الحجاب من المسلمين من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فقد خرجها من الملة قيل إن هذا الحجاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل ونساء المؤمنين إن لم تتحجف فليست من نساء المؤمنين الأمر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر من نساء المؤمنين نساءه وبناته وبناته ونساء المؤمنين فإن لم تتحجف فليست من نساء خلاص الحجاب مش لها مش لها ليست لها لأنها ليست من لا تتبعنا من المؤمنين لا تتبعنا من المؤمنات ما تتبعنا وقل للمؤمنات يغضدنا من أبصارهن وحفظنا في رجال وفي تضعيف الهدف وليضربنا بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن و أباهم المحار والشعر من الزينة لا إله إلا الله كل الإجماع إما الواجه والكافينا وإما الجسد كله وتنتهي المشكلة إيه المشكلة أنا مش شايفي المشكلة أنا لا أرى المشكلة المشكلة أن ربما تعيشت إنها هذه زينة الله لها جميل جميل تزين في البيت وتلبس أفخر الثياب وتخلع أفخر الثياب إيه المشكلة وكيف تعيش سنها تعيش سنها بمرضة الله لا تميل ولا تميل لا ينظر أحد من الشباب إليها لا إن شاء الله رب العالمين لن يأتيها إلا كل مستقيم عندما تتحجم أما هذه يأتيها الذباب الذي يعني يفضل يفضل هذه الرواح